يولا ندور في المواهب المحلية ونشوف الدوري المصري يمكن نلاقي فيه موهبة تقدر التعلم فيه المستقبل نفسنا فيه مشروعات كتيرة طبعا مشروعات بترعها الدولة ومشروعات بترعها الشركة المتحدة ومشروعات بترعها وزارة الرياضة والتحاد الكرة بدأ يعمل دلوقتي سيستم وتجميع للداتا للمحترفين نفسنا نشوف حتى يبقى فيه أكتر من محمد صلاح على الأقل والفكرة الرائعة بتاعت إنهم يجب أمر جميل جدا والتنقيب والبحث عن المواهب بالمناسبة 100 مليون مصري أو أكتر والعناصر الأسسية وده كان كلمة السيدة الرئيسة عفتاح السيسي العناصر الرئيسية أو السواد الأعظم من الشعب المصري شباب ولو نزلنا بالمرحلة ديت وبندور في مرحلة النشط هتلاقي مواهب في كل حتة فإن أنت تلقي الدوق عليها وتنقب عنها هنشوف إن شاء الله عناصر جيدة جدا في الفترة اللي جاية تساعد إن شاء الله أن احنا لما نطورهم ونستفيد منهم يكون عندنا جيل جديد في كل الرياضات مش في كرة القدم بس نتعاشر يبقى في إطراءة كمان للدوري المحلي خلينا بقى نشوف إيه اللي حصل مبارح وفوز الأهلي في ظل نزيف النقاط اللي كان حاصل في الفترة اللي فاتت والجمهور شعوره إيه خصوصا إنه في سياسة الإحلال والتبديل اللي عمالي يعملها كل طول الوقت بشكل كده راندم أحنا مش عارفين هو بيعمل إيه وكل مباراة بشكل مختلف الجمهور ما كانش مبسوط الفترة اللي فاتت خلينا نبدأ من آخر نقطة وجزء الروتيشن أو جزء التدوير اللي بيعمله مارسل كورر المدير الفني النادل آلي وهو أجاب على النقطة دي في المؤتمر الصحف في المباراة أمس واتكلم على إنه هو مش بيوعد إنه هو يثبت التشكيل في الفترة اللي جاء وهيظل على سياسته سياسة التدوير لأنه هو بصراحة مع حق في النقطة دي إنه ما فيش رفاهية يعملها غير الوضع ده المباريات إحنا بنلعب مباراة كل ثلاثة أيام بنقول إنه مبارح الأهل فاز على مراد برامد بعد بكرة عنده مباراة في الدوري يوم الخميس فما فيش حتى رفاهية إنه هو يعمل استشفاء أو يعمل راحة فلازم يعمل عملية الروتيشن ده للحفاظ على اللعبين ولتفادي الإصابات لإنه ضغط المباريات ضغط كبير جداً والمواسم متلحمة مع وجود ثلاث إصابات عنده في الفترة دي؟ دي حقيقة بس أعتقد إنه النهاردة هيتم هما المفروض دلوقتي الفريق متجمع يعني في التدريب تدريب صباحي والمفروض إنه فيه تمقنال على كريم فؤاد التشخيص المبدئي لإصابته جزعة في أربطة الرجبة ولكن أعتقد مش هيكون غيابه كبير طبعاً كان فيه أكتر من إصابات في الفترة الأخيرة حتى على مستوى التدريبات والبدلاء يعني مصطفى شبيل في حارس المرمى عمل عملية في الرجبة في النمسا نتمنى له الشفاء والرجوع أكرم توفيق إصابته في الصليب إيه تجددت في التدريبات فعشان كده بنقول تلاحم المباريات وتلاحم المواسم بيعمل إصابات سواء في المباريات أو حتى في التدريبات أعتقد أيضاً طاهر طاهر هيكون راجع قريب من بعد مباراة أمبي مع النادي الأهل هيرجع للتدريبات فهيبدأ الأهل يستفيد منه في الفترة اللي جاء فعملية الروتيشن كولر أجاب عنها في المؤتمر الصحف إنه هو مضطر يعمل ده ولازم يعمله بسببها ما فيه نزيف النقاط اللي كان حصل فترة اللي فاتت مش واحد من أسبابه خالص التدوير اللي كان بيحصل جزء لا ما نقدرش نغفله جزء لأن انت يتلعبي مثلاً في الشق الهجومي بتعتمدي في فترة من فترات على شادي حسين ثم نسحبه ونلعب محمد شديد ثم يلعب اللي هو كان بيلعب بأساسي يطلعه بره القايمة خالص هو تغيير زيادة شوية يعني مارسل شرى بيعمل التدوير بطريقة زيادة شوية بس هو سيما قلنا ما عنده شرفها غير ان هو يعمل دوت ما نقدرش نسميه برضو عنوان كبير يا منا نزيف النقاط هم تعادلين وفرقتين مقبولين جداً سواء سموحة أو سراميكا طبعاً فيه تعادل قبل كده ولكن تعادلين وراء بعض الجمهوري النادي الأهلي بدأ يضع يعني كده يضع على قلبه ويقلق تعادلين اللي جم وراء بعض مع سموحة أو سراميكا فلكن وارد جداً في الدوري وشوفنا نادي الزمالك بالأمس أيضاً بيفقد ثلاث نقاط بالخسارة من أسوان كل فرق الدوري في القمة في الوسط في القاع هتفقد نقاط في الفترة اللي جاية لأن أولاً المستويات متقاربة جداً من بعضها وزي ما قلنا فكرة تلاحم المباريات وضغطها تلعب كل ثلاث أيام مباراة صحيح هتبقى صعب جداً وهتبقى فيه فقد نقاط كتير جداً في الفترة اللي جاية طيب الأهلي فاز وثلاث أهداف كمان ولكن في النهاية الجمهور مش مبسوط يعني شايف أن الأداء ما كانش حلو الهجوم ما كانش كويس فيه تخوف رغم أنه هو متصدر الدوري لكن فيه تخوف أنه هو ينزل لمراكز متأخرة شوية تحليلك ايه من النظرات المتخوفة من هذا الأمر جمهور ناد الأهلي دايما الحابب الأفضل وجمهور ناد الأهلي بيبقى عايز بعد البطولة بيدور على البطولة التانية بعدها على طول وهو لا ينظر فقط لصدارة الجدول الدوري في الوقت الحالي هو بينظر أن فيه في شهر فبراير القادم بطولة كاس العالم الأندية في المغرب فيه في فبراير أيضا دور المجموعات في أفريقيا فبيبص على المشهد بشكل كبير جدا أعتقد أن ناد الأهلي فعلا محتاج دعم في المنطقة الهجومية وده برضو اتكلم عنه مارسل كولارت بصراحة جدا في أحد المؤتمرات الصحافية وقال أنا ثقة في المهاجمين رقم واحد عندي بيرسي تاو اللي هو مصاب ولسه هيرجع بعد أسبوع أظن بعد كده يعني ثقةه مش عالية قوي لا في محمد شريف ولا في شبيح سين ولا في عسام حنسن فواضح ده من اختيارات حتى كولار للمباريات وده برضو بينعكس على جمهور الناد الأهلي التلات أهداف فيه منهم تزديدة في كرة ثابتة خطأ فيه ارتطام وهدف ذاتي في الهدف الثالث فده اللي ممكن يخلي الناس بتقول أنه هو الأداء مش أعلى حاجة ولكن الناد الأهلي استحق الفوز بالأمس كمان فكرة استحواز على الكرة كانت بيرامدز أمس استحوازه أفضل شوية من الناد الأهلي ولكن مباريات الزادية لا تحسن بالاستحواز أو باللعب في وسط الملعب تحسن أساسا بخطف الثلاث نقاط رقم واحد وبحسم الفرص المحققة أو في فرص المحققة ده اللي خلى الجماهير مبارح استقبلت الفوز بفرحة خصوصا أنه طبعا يعني ثلاث نقاط خسرهم بيرامدز واتضافوا طبعا للأهلي خلاف الصدارة بفرق عن الزمالك يمكن 27 نقطة عن 24 نقطة فده خلى الجماهير حست أنها تنفست شوية وبتدت تحسن أمور قابلة وأنها كمان جهة بعد تعدلين زي ما حضرتك قلت من شوية من جهة بعد تعدلين فده ومع فريق مش سهل مع فريق المفروض أنه من فرق القمة والفرق اللي بتنافس على الدوري فمباراة يعني نقدر نسميها مباراة قمة للجولة ومباراة حاسمة في شكل الصراع في شكل صدارة الجدول فكان فوز مهم جدا جدا للنادي الأهلي قبل المباريات القادمة النادي الأهلي لسه عنده أمبي ثم المصري مواجهتين صعبتين أيضا وراء بعض ثم هيلعب في كاس مصر مع سموحة قبل بقى الكلاسكو 21 إن شاء الله مع نادي الزمالك أهلي والزمالك قبة الدوري إن شاء الله يوم 21 يا نادي اللي جاي قال في تدعمات للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية في صفوفه وخصوصا أنه أدخل على كاس العالم للأندية كلمنا عن الأمر ده عندنا مين داخل جديد على فرينا دلي الصفقة اللي تعتبر شبه خلصة رسميا خلاص محمد الضاوي اللاعب التونس طبعا أو الشهير بكريستو جمهوري النادي الأهلي منتظره ومنتظره في أقرب وقت جدا الصفقة شبه انتهت خلاص أو وقع خلاص اللاعب وصفقة مادية أنا شايفها بالمكاسب حقاها النادي الأهلي إنه قفل ملف سجمالكو لبالي والعقوبة بتاعته بتاعت النجم السحلي ودخلت الغرامة ديت أو العقوبة ديت في الصفقة إجمال الصفقة تقريبا هيبقى مليون وثلاثة من عشرة دولار لنادي النجم السحلي منهم الغرامة بتاعت سلمان الكوبي يعني النادي الأهلي مش هيتفى أكتر من 350 ألف دولار فقط اللاعب يعني في خلال ساعات وربما يكون وإحنا بنتكلم يكون على وصول للقاهرة مهندس خالد مرتجي هو اللي حسم الصفقة خلال وجوده في تونس والمفاوضات كانت طيبة جدا بين الطرفين وخصوصا مع العلاقات الجيدة بين النادي الأهلي ونادي النجم السحلي كريستو هيتم تقيده تحت السن وده نقطة مهمة جدا أن المصطفى عايزين نحطها لكل الأندية وخصوصا أندية القمة أنا النهاردة اتحاد القرى في بداية الموسم عمل لايحة بالاستفادة من اللاعب الأجانب تحت السن غير الخمسة اللي فوق السن أنا استغربت جدا أن الأهلي والزمالك من بداية الموسم ما استفدوش بالعنصر ده نهاردة النادي الأهلي بيتدارك الموضوع ده وبيتعاقد مع كريستو وأعتقد كان فيه كمان تفكير في لعب آخر أجنبي تحت السن إننا يكون عندي عنصر أو عنصرين من الأجانب المحترفين اللي ممكن يعملولي فارق في مستوى فني تحت السن ده هيحقق لي الفارق في مستوى المنافسة أتمنى أن نادي الزمالك أيضا يتدارك الخطأ ده وخصوصا أن أجانب نادي الزمالك مش محققين المستوى المطلوب زكريا الوردي تم فاسق العقد معاه وتوجيه الشكر لسامسون أكينولا شفناه مبارح مش بالشكل المقبول لجمهور نادي الزمالك سيف الدين الجزيني من بعد العودة من المونديال وهو شبه غاية فنيا تماما عن نادي الزمالك فأجانب نادي الزمالك مش عاملين الفارق على عكس أجانب نادي الأهلي واللي كمان بيدعم صفوفه بلعيبة تحت السن محترف تحت السن ده عنوان مهم جدا لكل الأندية اللي عايزة تصنع الفارق لنفسها في المسلم ده لو قلنا أن اتنين واحد كانت كلمة السر مبارح الزمالك يعني نقدر نقول تمسيح أسوان قدروا يوقفوا قطار الزمالك كده في يوم اتنين واحد بنتيجة اتنين واحد فاثنين واحد ما كانش هو شحلوا على الزمالك مبارح شوفي هو مش هنقدر نربط القصة دي قوي ولكن هو في بعض الأسباب الفنية اللي كانت بتسبب خسارة بتاعت نادي الزمالك بالأمس أو المباراة بياخدها نادي الزمالك المسلم ده في التوقيت العصر أو فيه مش على الأضواء الكشفة ومش باللي متعود على الأجواء الليلية اللي متعود يلعب عليه مقطة تانية أن انت بتبعدي عن استادات القاهرة والسلام وبتروسبورت اللي انت تلعب متعود تلعبي فيها والدفاع الجوي بتلعبي فيها في القاهرة وبتلعبي بأسوان أعتقد من فترة كبيرة نادي الزمالك ما سافرش للعب في أسوان مقطة تالتة مهمة جدا وهي فكرة إننا ضعع في أخطاء متكررة نادي الزمالك الأهداف اللي سكنت فيه هذا الموسم معظمها إن لم يكن كلها خمسة تقريبا من ستة من كرات سابتة إننا يخش فيها هدفين بالأمس من كرات سابتة فدية نقطة يتحملها طبعا الخط الدفاع بالتأكيد والجهاز الفني اللي كان لازم يعاني أو يعالج المشكلة دي عشان ما يعانيش منها في الفترة اللي جاي أنا النهاردة كل كرة سابتة على نادي الزمالك لما تبقى بتمثل خطورة ضرب ركنية أو فاول يبقى فيه أزمة أزمة الفريق كبير إنه هو بيفقد نقاط بسبب عدم التمركز فيه الكرات سابتة يمكن يكون غياب الوينش مأثر لأن الوينش كان بيمثل سوق لدفاعي وتقل كويس جدا في المنطقة دي إنه هو بينظف منطقة الدفاع اللي عنده في أي كرات سابتة ولكن الدفاع اللي موجود في نادي الزمالك كان واجب عليه إنه هو زي ما قلنا يعالج الأخطاء دي أي من الرمادي مدير فني كفئي جدا مع نادي أسوار عايزة أفعى عند النقطة دي تالت انتصار وربعة أيمن الرمادي استلم الفريق بعد كابتن ربيع ياسين بشكل كان مختلف الأداء في الأول كان باهت جدا يمكن أول مباراته ولكن الوضع اختلف في آخر تلات مبارات وبشد صحيح وكابتن أيمن الرمادي عمل انتفاضة هو بدأ طبعا قيادته للفريق مع فيوتشار كانت خسارة بس ما نقدرش نلوم عليها كانت أول مبارات ولكن بعد كده قدر يعالج المشاكل ويحقق أعتقد أربع انتصارات ورفعت مستوى في وجده بعد سابع دوري بعدما كان الأخير فأعتقد الكابتن أيمن الرمادي يحسب لي الموضوع ده وبرضه يجب ان احنا نشكر على كابتن هيسا معرابي المدير الرياضي السابق لأسوان اللي قدر يعمل التوليفة ديت نادي الزمالك ما حسبش حساباته كويس نادي الزمالك من دارش من دارش انه استهان بالخصم ولكن ما أقدرش الخصم وقدرش ظروف المبارات بس دي أول هزيمة له في الدوري المراضي مش مختلفين معاكي بس لازم ان انا اكون عارف حساباتك كويس قوي ان مش سهل ان انا اخسر ثلاث نقاط امام فريق أسوان مش فرقة من فرق اللي بتنافس على قمة جدول الدوري فهتأثر علي في المتشاط اللي جاية واصبح ما بقاش فيه رفاهية نادي الزمالك انه يفقد نقاط في المبارات اللي جاية من هنا لحد الكلاسيكو اللي احنا قلنا عليها يوم واحد وعشرين يناير يعني زمالك عنده الدخلية ثم للتحاد السكندري مواجهتين صعبتين الدخلية بيعاني من برضو فقدار مقاط وترتيب ومتأخر في جدول الدوري والتحاد السكندري عامل موسم جيد وده غير مباراة بيرامد اللي هتبقى في كاس مصر في نصف النهاية فتلت مواجهات صعبية جزء دي حقيقة وفيوتشر يعني زي ما كان المونديال المفاجآت وكان في فرق او في منتخبات ما صدقناش انها تعمل هذه المفاجآت السعودية تغرب الارجنتين هل برضو احنا قدام موسم استثنائي في الدوري المصري المتزل ده بلو كرر هذه النسخة يعني بشوف أسوان بنشوف غز المحلة بنشوف تحاد السكندري ايه بقى شوف هو تقارب المستويات في الدوري المصري دي حقيقة لازم نعترف بيها بقى سهل جدا ان انت تشوف مطش للأهل والزمالك قدام اي فريق والأهل والزمالك بيفقدوا نقاط وده شفناه في اللحظاشر جولة اللي فاتت وكمان كان تصريح جميل جدا من تاكيس جونياس المدير الفاني البرامدز بالأمس كان احد الصحافين بيسأله على فقدان المقاطق وكده قال له احنا لسه في الجوة اللي يتكلم عن شكل المنافسة صعب قوي ولسه الموسم طويل لان فعلا فيه فرق كتير هتخسر وبما اننا ذكرنا بقى تاكيس جونياس بنقول بقى من خلال يعني حضراتكم يعني خبر كده انه خلاص على اعتاب الرحيل خلاص من نادي برامدز في خلال ربما ساعات قليلة او ايام تاكيس جونياس هيرحل عن برامدز وهيكون فيه بديل لقيادة الفريق الفترة اللي جاية لان الادارة هناك مش شايفة ان النتائج اللي اتحققت دي طليق بالفريق الموسم هيكون موسم استثنائي متطفق معاك هيكون فيه اكتر من مفاجأة ولكن ممكن نتتضح الصورة اكتر واكتر بقى مع انتصاف الجدول ومع نهاية الدور الاول يعني نتكلم في نص فبراير اللي جاي هنشوف المشهد بشكل اكتر واكتر وهيبدأ حسابه النقطة والثلاث نقطة وكل فريق متحفص جدا في المباراة فهتبدأ تظهر ملامح شكل الدوري سواء في القمة او في الوسط او في القاة موسم الانتقالات الشتوية اعتقد ان هو مش ساخن عند الزمالك مفيش فكر في التدعيم في هذا التوقيت حتى قبل مباراة امس برافو عليك على السؤال ده يا منا مباراة امس ربما تكون حركة الماء الراكت في ادارة ند الزمالك سواء على مستوى مجلس ادارة او ادارة فريق القرى والمشرف العام على القرى امير مرتضى فكرة ملف الصفقات لاننا فعلا ند الزمالك محتاج دعم مش علشان الدوري ومش علشان خسارة اسوان ولكن فعلا شكل الفريق في المباراة الاخيرة حتى المباراة اللي حقق فيها الفوس حتى المباراة اللي عمل فيها روم منتدى مش دال اللي بيرضي جمهور ند الزمالك وهم عارفين برضو حساباتهم مش حسابات الدوري بس حسابات افريقيا وان احنا عايزين نكمل في ابعض نقطة افريقيا فاتخيل ان هيتقى فيه تحريك للماء الراكد زي ما قلنا في صفقات ند الزمالك وتحديدا مركز قلب الدفاع عشان زي ما قلنا المشاكل اللي حصلت الدفاعيا في الفترة الأخيرة ورأس الحربة انه واضح ان فريرا مش مقتنع لا بسامسون اكنولا ولا بسيفيك جزيري حتى يوسف حسن اللي كان بيديله فترات تعرض اصابة مؤقرا فاتخيل ان المركز ده ممكن يكون من المركز اللي هيدعمها ند الزمالك في الفترة طيب هنا الزمالك ربما تحدثنا يعني هو اخطأ فيه لكن ما قلاش نادي اسوان تفوق فيه كيف تفوقت التمسيح الاسواني ما هي نقاط القوة للعب عليه استغلوا ايه ممتاز جدا هم طبعا استغلوا الظروف اللي عندهم كلها بشكل كامل فكرة اللعب في الاجواء العصر ارضهم ومرعبهم ومهورهم بالزبط والمرعب اللي متعودين احليه بجانب سبات التشكيل تقريبا المباراة دي هي نفس تشكيل المباراة اللي قبلها فيش غير محمد ناجي جده بدل من محمد حمدي زاكي فالقوام بتاع ايمان الرمادي كله حافظ بعض وعارف بعضه فيه عناصر خبرة اعتمد عليها سواء اعمد فتحي علي فتحي ديلسون كماني ده من اللعيبة اكموني من اللعيبة الجيدة جدا المهاجم الانجولي اللي سجل هدف التاني بالامس عنصر من العناصر الميازة احمد بالحاج واحد من ابرز اللعيبة اللي عملت اسستات او اللي عملت صناعة فرص في الدور المصري بشكل عام وهو فريق اصوان لعب اضافة جيدة جدا اتخيل ان ايمان الرمادي قدر ان هو يكسب كمان منطقة وسط الملعب ومنطقة الاستحواز ظهر بشكل جيد بالامس وتحديدا في الشوت الاول خطف الزمالك الهدف طبعا الخطأ اللي سجله محمد عبدالغاني في مرمى ثم بعد كده كان فيه اكتر من فرصة وفيه كرة جاتف القائم اصوان قدر ان هو يبغي الزمالك وقدر ان هو يستغل نقاط القوة بتاعته وكمان ان هو يقضي على خطورة نادي الزمالك الاساسية المتمثلة في زيزو والتركيز على ان هو يمنع وصول الكرة لزيزو سواء لما كان لعب فترة جناح ايمن او لما تبدل الروتيشن بينه وبين شيكابالا في المباراة بالامس لان ديفريرا دايما بيعملها الجناحين زيزو اي ان كان لعب بيعمل عملية التبديل عشان يعمل خلخرة دفعية ولكن اصوان قدر ان هو يقضي على خطورة زيزو في الجنب ده وفي الجنب ده فقادر ان هو يحصل على المبتقى طبعا وكان فوز غالي جدا ليهم من باركلهم طبعا ونتمنى دايما الاندية الجماهرية اصوان المحلة للتحاد المصري انها تكون في مراكز متقدمة في الدورة المصري طب انا عندي دقيقتين حسأل فيهم سؤالين وحناخد فيهم الاجابة في كلمتين اول حاجة فيوتشر النهاردة هيعمل ايه؟ فيوتشر وسموحة مباراة صعبة جدا ولكن الطموحات ودوافع فيوتشر ان هو يرتقل المركز الثاني في حالة تحقيق الفوز اعتقد انها ممكن تدفعه للفوز ده ايضا كابتن طرق العشري على المحك ومصيره على المحك فيه سموحة فهيكون مبارات اكتكية من جانب الاثنين مداربين فانيين كابتن علي ماهر وكابتن طرق العشري ومباراة صعبة جدا في الملعب شايفة خارج التوقعات بس تميل قليلا لفيوتشر ان هو ممكن يحصل على الفوز المصري والداخلية كابتن حسام حسن اعاد استخدام اوراقه تاني او اعاد توزيحها؟ طبعا هو كابتن حسام حسن ما نقدرش نحاسبه في اول مباراة يلعبها او في اول مباراتين مبارح قدر يحقق الفوز على الداخلية بهدف مروان حمدي فوز مهم جدا لفريل المصري وزي ما قلنا عنده تجتيب بقى للمباراة بعد القادمة امام النادي الاهلي كابتن حسام دايما حاطت المواجهات الكبيرة بتبقى دايما محطة انظار عنده فاتخال النادي المصري هنبدأ نشوف تحسن في النتائج الفترة الجاية تحت قيادة كابتن حسام حسن صحيح على اي حال اتكلمنا عالميا ومحليا يعني عملنا جولة سريعة بنشكرك لو استاذ ابن الحميد فراج انك قدر ياضي على تحليلك لكل هذه انا بشكركم شكرا جزيلا وسعيد انها قد تفضي فيكم نهار شكرا جزيلا